منذ ما يقارب الشهرين تدور تساؤلات في الداخل اليمني عن اختفاء زعيم التمرد عبد الملك الحوثي وعدم ظهوره على وسائل العلام قصوصا وانهم يعلمون انه كلما ظهر المخلوع علي عبدالله صالح ظهر هو بعده ولكن هذا لم يحدث رغم ظهور المخلوع قبل شهر ورجح العديد من المراقبين اصابته اصابة بالغة او انه قتل في احدى الغارات الجوية للتحالف العربي في احد كهوف مران في جبال صعدة وذهب البعض منهم الى انه قد يكون غادر الى طهران تاركا جماعته المتمردة تنال مصيرها دون ان يفكر فيها ولم يتوقف الامر عند اختفاء زعيم التمرد الحوثي بل باتت الانشقاقات واضحة للعيان حيث سلم العشرات من افراد الحرس الجمهوري انفسهم خلال المواجهات ببلدة نهم ففي ريف العاصمة اليمنية صنعا استسلمت سرية مكونة من خمسين جنديا وضابطا من قوات الحرس الجمهوري الموالية للحوثيين وحليفهم المخلوع صالح وانضمت الى القوات الموالية للشرعية ومن المتوقع ازدياد عداد المشقين سواء في صفوف الحرس الجمهوري او الحوثي ومع استمرار المعارك العنيفة في المناطق الفاصلة بين محافظتي الجوف وصعدة شمال البلاد وردت انباء عن عدد من مشائخ القبائل اعلنوا تأييدهم للحكومة المعترف بها شرعيا وتخليهم عن الحوثيين وفي ظل الانهيارات المتواصلة للميليشيات بصنع عمدت قيادات الميليشيات الى سحب تعزيزات من تعز واكد شهود عيان في اب مرور اكثر من عشرين طقما بمسلحها باتجاه صنعا قادمة من تعز ترجمة نانسي قنقر